موسيقى أهلاً وسهلاً بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري وحالة جديدة من برنامجكم اللي بيتابعوه أكلة أمي أكلة أمي النهاردة بناء رغبة السادة المشاهدين الكل بيتواصل معنا ومن خلال السوشيال ميديا بنعمل عملية حص لكل الأسئلة لحضراتكم بيتسألوها وبينجاوب عليها عملي في حلقة من الحلقات اللي بنخصصها من خلال الأسبوع النهاردة مع بعض الدجاج المشوى على السيخ بالكاري نقدر نقول فيه لتشيكين كاري ده معروف من المطبخ الهندي بيتقدم معه رز أبيض أو رز بالخضار إذا ما هنحبين أنا هعمله النهاردة بتارية جديدة وبشكل جديد وبطعمة تانية هنشوف نعمله إزاي مع بعض ونقول إيه سر إضافة الزباد والخل في تدبيلة الدجاج هل عشان يخليه طري ولا يستويه بسرعة معنا النهاردة طبق لطيف جدا الفروت صلاة هنعمله فطيرة النهاردة الفطيرة هنعملها بعجلة التارت على طريقة الخاصة هتأجب حضراتكم ونخلي الشوفان يشارك مع الفروت صلاة اللي هي تشكيلة من الفواكه اللي موجودة عندنا من عند الفكهاني عندك في درجة تلاجة الأولاد مش بيأكلوا الكيو مش بيأكلوا الموز اللي استوى كل ده بيتقطع مع بعض وتحطك محلول ملحي أو محلول حعمة عشان اللونه بيتغيرش أما النهاردة برضو معنا صلطة النهاردة أنا بسمها الصلطة الشابلة أو المتكاملة الزهبية اللي هي صلطة الروس صلاة غنية جدا بالبروتين الحيواني فيها كاربادرات فيها النشويات فيها بوتاسيوم لطيفة جدا اللي هي صلطة الروس صلاة دي هنعدم فيها مايونيز والتونة كمان قوم جسري أصبح أن الطبق الصلاة ده كافية إنه هو يقوم بوجبة غدا أو وجبة عشا لطيفة فيها كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الرياضيين والأطفال ولادنا ربنا يدهم الصحة ويكملها على خير خلونا نطلع فاصل صغير لإن حلقاتي فقط فاصيل كتير فيها ماشي ودجاج النهاردة وفيها معلومة غير معلومة وأفكار بسيطة وسهلة ولكن إحنا مش بنعمل أكله بس لا إحنا بنقول معلومات سهلة جدا تسهل على حضرتك إنك تخش المطبخ تقدر تعملي اللي نفسك فيه بشكل تاني وبطعم تاني وتغيري من مطبخك كل يوم في ترتيبه حتى بيديك طاقة إيجابية الحاجات اللي عرفوا الحاجات اللي في التلاجة دي مهمة جدا أنا مش عايز أطولها لحضرتك بخلاتي لحفاصل صغير وبعد الفاصل آه تروحوا بقيت تابعوني ورجعنا لحضرتكم بعض الفاصل تعالوا نستعرض مع بعض مشترياتنا إيه النهاردة وإزاي تقدر إنك تترتب مطبخك ونطلع من الحلقة النهاردة عنوان الحلقة ترتيب المطبخ وإضافة صانعة البهجة والسعادة جوه مطبخك من ترتب المطبخ زي الواحد كده لما يلبس طقم جديد ممكن يكون سعره رخيص جدا بس يلبس حاجة جديدة وخارج بيها صاحبه زميله في الشغل هيقوله إيه الحلوة دي يا عم إيه الجمال ده نفس القصة في مطبخك نتبه حاجات التواب غير مكانها حاجات اللي في التلاجة شوفوا شيكة عليها إيه اللي حطها من بدري باب التلاجة زحمة الحاجات دي كلها لطيفة ومهمة جدا في مطبخك خلي يوم كده في الأسبوع أو كل 15 يوم أنا معي صدور فراخ النهاردة أعملها فراخ ماشوية على السيخ بصاحية كويس بالزيت ولمونة علشان عملية الصدى وعملية الركنة نخلص منها أو تأمليه أسياح خشبية لو جبنا على أسياح خشبية لازم تنعيها في مياه ساعة عادية خالص علشان ما تتحرقشي لما نشك فيها الشيش طوق أو الفراخ أو الكباب زي ما احنا عايزين دايما بتنعها في مياه كده يوم الخشب ده أو السياح الخشب دي تشرب مياه تبقى أصبع واحدة كده قوي خشب ده محطوط في مياه ساعة المخرج دخل طبعا الكنترول الستوديو هيدا بنصب على بعض صباح الخير يا شيفت دهارك زي الفل قال لي غريبة اللي الخشب ده يعيبنك في المياه قلتول لي هادر حطو في المياه عشان يشرب مياه قال لي أنا عرفش أول مرة عرف لنا خشب عطشان أقول له عطشان ياسمراني اسئيني محبة تعالوا مع بعض المأديرة على الشاشة صدور فراخ زبادي كاري زبادي وكاري الاتنين مع بعض وشوية خل وكمان فيلفلة حلوة ومن التوابل طبعا معانا توم ومعانا ملح وفلفل ومشان حالا كتر التوابل كتير لأن الكاري فيه تشكيلة من التوابل الكاري تشكيلة من التوابل فهنا تقل من التوابل التانية خالص يعني بلا الكامونة ولا الكسبرة ولا حاجات دي كلها كفاية الكاري مع شوية فيلفلة حلوة وممكن تضيف كمان شوت جسد الطيب إذا أنت حابة مع الزعتر تعالوا نتبل صدور الفراخ بعد تقطيعها بشكل جديد وإحنا مع بعض كده بنجيب بول أزاس كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ أن إحنا هنا تحط التدبيلة بتاعتنا اللهم صلى عننا معانا من الزبادي حسب كمية الفراخ يعني لو عندك مثلا كله صدور فراخ زي ده كده بتحط قلبتين زبادي من هما موجدين في السوبر ماركت عبوة عادية خالص بتجيبيها بتستخدميها في تدبيلة الفراخ لو أتعمل الشاورمة نفس العيار ليه الزبادي أشوف مغازي مع الخل في تدبيلة الشاورمة بالذات الزبادي يعتبر مادة تخميرية نتيجة التخمير بتاعه فبساعد على تسوية اللحوم زي الفراخ زي اللحمة لما نجي لعملها شاورمة ده كاري حالوا الكلام ده سور الزبادي نحط عليه الكاري ده شوية كاري هو الكاري هنا البطل هو الطعم هو اللون طب اللون ده جام منين؟ من الكركم ايه هو الكاري يا شيف؟ الكاري ده تشكيله التوابل عبارة عن كركم ده الأساس كمون ناعم كسبرة ناعمة البهارات اللي هي الأساسية شوية جسط الطيب ممكن تحط شوية قرفة ناعمين شوية هيل الناس بقى اللي بتعمل الكاري بزمة ممكن تحط هيل ناعم ده زعتر برضه هوت في التدبيلة بتاعتي زي الفل اللي بشيل دول على جنب كده ونحط شوية زيت زيت اه احنا اتفقنا تدبيلة المشاوي يا عم مازل نحط زيت أما في تدبيلة البنيهات أو البوفتيكة أو الكريزبي أو الفريد ممنوع الزيت هقولك دلوقتي طريقة لعمل التومية طريقة سهلة وبسيطة وزي بتاعة المطامع زي بتاعة المطاعم ولكن بخبرة البيت بخبرة الشيف المغازم بتعمل تومية ازاي؟ ايه رأيك؟ يعني احنا دايما نحب التومية اللي بناكلها برة بس نيجي نعملها في البيت ما بتبقاش زي اللي برة زي الطعمية كده نقلها في البيت ونخدم عليها ونتعب فيها ونفرومها بتيجي تحمريها بتطلعش زي بتاعة برة السر في ايه؟ بالنسبة للطعمية لازم تجهز الزيت اللي بتحمر فيه الطعمية بتقلي فيه شوية بتلجان شوية بطاطس شوية فلفل حار فلفل اللي هو الوالس بايسي ده شوية بطاطس مالين شبسي تقومي حضرت الزيت لقلية الطعمية لو ما عملتش كده الطعمية مش تبقى زي بتاعة برة حاضر والله العظيم ما ندخل على أجابة السؤال أما بالنسبة ليه اللي احنا هنعمله التومية لازم ان احنا نحضر نفسينا ونعملها ازاي؟ مهم جدا ان احنا بنجيب نشا ونعمل اللي هي المهلبية الكدابة عبارة عن نشا وحليب على النار ونجيب شوية ملح الليمون قليلين مع عصير الليمون وينضربوا في الكابة هي دي التومية بياض بيض نضيف لها مثلا 3-4 بياض بيض ليه كيلو مهلبية او كيلو من الدشا مع الحليب وزن كيلو بتضيف له بياض 3 بيضات دي زي بتاعة المطاعب الزبط هي بتعمها حلو جدا وقلل من ملح الليمون يا غالي عشان حبك ليه كمان عشان ملح الليمون ده بيعمل مع الوقت تهتك جوة في الجهاز الهضمي ويجيب دينا ارتجاع مريء بعد كده التدبيلة بتاعت اللي انا عملتها دلوقتي عبارة عن عصير الليمون وزيت زيتون وخل مع توم طازة فرش اهو حلو قوي التوم مهم هنا في التدبيلة التدبيلة دي قوية جدا والملح والفلفل في المكونات بتاعتي هنقلب كل دول مع بعض دي جاهز اه اقول تاني العبارة عن ايه دي حلو عادنا نتكلم على العدس يا استاذنا الفاضل يعني هنكلم ان شكفينا كلام كتير قوي ولكن اساسي العدس طبعا لما نجي نستخدمه كشربة نفكر الاول احنا هنعملها شربة تقيلة ولا خفيفة نعملها فتة ولا بالشعرية وهكذا نعمل العدس ده برجر ولا نعمله ندخله بعض الاكلات دي شربة الحريرة مسلا من المطبخ المغربي وهكذا ولكن انا ولكن انا ان شاء الله معك يا ابو احمد نقدر ان احنا نفيدك بازد الله ونعمله عملي بكذا فكرة بتنساش طبعا اكلة الكشر بتاعتنا المصري اللي هو العدس الاصفر مع الروس انا بسن السكينة ودائما لما تيجي تسن السكينة اللي هو الحد تمسحك كده السكينة بمنديل او بفوتة علشان المادة تحتكاك الحديد ببعضه او المعادن ببعديها انا هقطع الفراخ كده اجيب الموزة اقطعها كده مش هقطعه زي الشيش طبوك بقى بالطول كده شوفت ازاي كده اه نحط دي في التدبيلة اه واجعل السكينة دي معنا كده تمام مخرجنا الجميل حبيب قلبي اه اه اصد زيت المصورين حبيبي اه صدر الفرخة اه 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 واشيل ده من هنا حبيبي اه الله ما صلى على النبي كلنا بنجتهد حتى تطلع الصورة على الشاشة نطيفة وجميلة وحضراتكم تستمتعوا معنا اه شايفين الصدور اه اه بقى طاحة بالطول كده عشان هتدخلها دلوقتي في السيخ بشكل جديد اه بشكل حلزوني يعني اه كده نفس القصة معانا جريلة بتسخن على البتجاز او على النار زي ما احنا شايفينها كده لازم تكون شديدة للحرارة دايما اي مشويات بتشويها على جريلة الفتواصة لازم تكون سخنة في مثل كان يقولك اضرب الحديد هو سخن المشويات بالذات لازم تاخد صدمة نارية على النار ليه عم مش شيف لازم كل حاجة لها سبب علشان نحافز على السوائل والجوسي بتاع اللحمة او الفراغ انا هابدأ اقطع الفراغ بالشكل ده كده سيبوني لان انا عدي عزوما النهاردة اعمل لي تلاتين اربعين سيخ عشان ابن عزم صحابه وبنت عزم صحابها فلازم اعمل لهم كذا سيخ لان من حلاوة الدجاج المشوعة على السيخ بالكاري هيكلوا صوابعهم ومورا خنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع فراخ مشوية على السيخ بالكاري فطيرة الفواكه المشكلة بالشوفان ما ننساش طبع صلاة جبيل جدا غاني بالبروتين الحيواني والكهربادرات اللي هي الروس صلاة او اتروحوا بعيد تابعوني بعض الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل بحلك سرك يا ابو الشيف طرقة جديدة لتسيخ صدور الفراخ في السيخ المسمى الطهوي للاكلة دي عبو الشيف فراخ مشوية على السيخ اهو نحط واحدة كمان معا نحط واحدة كمان معا اهو بالشكل ده كده اهو معايا فرسان التليفزيون المصري لأساتزا المصوري الحبائيب هنا بيزة الفراخ دي بقى لبقى بتستوي بالكاري كده بيبقى لونها رطيف جدا وخاصة في التركيبة بتاعتها عسيخ اهو كده اهو اهو بشكل حلزوني اهو هل وخلي بالك عشان السيخ ما يعورش يدك راعي حاضر يا علوة البنية البنية زي الفراخ اللي معادي كده نفس التدبيلة دي يا علوة هنشيل منها الزيت اي خدمة يا علوة تدبيلة سبايسي حالو في بعض الانواع الفراخ في السوق البسمة دي يعني سبايسي او كده هنجيبها ونحطها بعد كده ببيض وببقسمات اه سؤال جانا على السوشيال ميديا دلوقتي مين يا وستاذ رحاب نقول اسمه عشان نشجع الناس الاستاذة صارت تسعل ينفع صدور الفراخ دي يا شيف بوغازي نقطعها مكعبات كيوبس كاريات ينفع ينفع ونشكها بنفس الطريقة بس في الحالة دي نحط معاها بقى شوية مشروم شوية بصل شوية فلفلة ملونة كده نروع عليها بس انا حبيب بالشكل ده كده علشان ممكن اقدمها مع الرز بالكاري انا عامل رز بالكاري النهاردة هوت جاهز معانا زي فل بتحمل ازاي الرز بالكاري ده عم مش شيف بنجيب الرز الفلفله في معلية سمنة بياخد ايه شوية بهرات بدي الحبهان وبعد كده ننزل عليه معلية الكاري والمية بتكون بتغلي او الشربة ونسيب الرز يستر ده فكرة عمل الرز بالكاري في طريقة تانية برضو اللي هي طريقة البرياني فدي شوية زحبة يعني فبلاشها علشان احنا معانا فراخ شايفين الطريقة دي حلوة عايزة الهدوء كده عشان السيخ ما يعورش يدك وانت بتسيخي الايه في الصدور اه احنا مره انا شو حاجة هتقوليه ليه يا شيف مغازي ما عملت لا ده حاجة كل كده حاجة على عيدك يا تاجرة اه 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 وحاجة حالة شوف بديو عمل ازايز اه انا عاجب دي الطريقة دي على فكرة الفراخ بتستوي جامد وانا من الناس اللي بحب اللحمة ويلدان كوك يعني مستويه جامد اه بحبها كده اه بأبمن على نفسي بقى يعني ما باكل فراخ مشوية بره ولا لحمة لازم تكون مستويه جامد بيرجر لازم تكون مستويه جامد غير كده ما باكلوش حمام مستوي جامد ويا سلام الجوز حمام كده بعد ما يستوي تشوه على الفحل حمام محشي ماشوه على الفحل اه لطيف وحالي شوف ده انا اهو مصمم انه هو معايا كده اه اه زي الفول اندخل واحدة كمان معا كده اللي عملت كمية معايا جريلا بتسخد انا بس احط ده على الجريلا يستوي وابدا اخش في اللي بعده على طول عشان حضراتكم دلوقتي اهو زي الفول اه تمام كفاية كده كفاية الصلصة دي مهمة جد انا عايزها هخليها عشان هشرب بيها الفراخ من وقت للتالي وهي على الجريلا بتتشوي خلي بالك ده مهمة جد اهو اتفرطي فيها اه اخبار الجريلا ايه زي الفل الفراخ واخدتات بيلا فيها زيت ده ما يمنعش ان احنا برضو نحط معلاية زيت صغيرة عالجريلا تعلمي بقى الحاجات دي ونمسح الجريلا دي بايه بمنديل طالما المعدن سخن ركزي معاه في المعلومة اللي جاية دي بقى كده وصلى على الحبيبة عشان قلبك يطيب معدن طاصة بتشوي عليها فراخ سخنة قدابك بتحطي بعلها مادة دهنية وتمسحها منديل كده بتقبني برضو شوايب صدا طالع ماركونة ما خدتش بالك وهكذا اه كده الجريلا جاهزة بتقول فينه الهبر فينه السياخة والمنديل معايا طالع نضيفه زي الفل هو ده الشوخ لأه ناخد الفراخ دي عم مش شيف الله مصلى على النبي على جريلا سخنة كده درجة حارتها عالية جدا الله مصلى على النبي انا عارف الاساسة اللي بيصورين بيحبوا الصورة الحلوة دي هو ده ايه الجمال ده ايه الجمال ده شاورمة الفراخ نفس التدبيلة اللي انا عملتها يا دي من غير الكاري تدبيلة الشاورمة بالفراخ نفس التدبيلة زبادي خلب زيت حبان معادة الكاري نستبدل الكاري ببعلاد كركم صغيرة ونحط بوهار حلو للشاورمة الشاورمة مش شاورمة اللي لما تحطولها بوهار حلو وحبان وزبادي تلات حاجات ممن جدا زبادي وحبان وبوهار حلو ايه والبوهار الحلو هو عشان حلو لا البوهار الحلو ده موجودة عند اخواننا العطارين اسمها كوبيبة السيني الحباية قد حباية الفلفل السود كده مرتين كبيرة يعني اصغر بالحباية البسلة بتجيبيها وتتحديها وتجيبها مطحونة من عند الراجل بتاع العطارة لا زي الفل حبيب قلب ده هاكلك منها النهاردة ماقولكش ايه بص تستوى ايه 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 حبيبي حبيبي وحبيب والديك بتاع عايز تجيب الشكل حلو انا عارف بس انا ايه نحبش اقلبها كتير غير لما تاخد التحبيصة بتاعتها ايه ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل بتعمل ايه عب الشيف بركز مع الفراخ قلبها بالشكل ده كده بتاخد اللون البروزي كرمالة الزبادي اه وفيها طبعا السائل بتاعها خلي بالك الفراخ دي ما تنشافش منك حزاري اه اه شفت اللون الكهرمالي ده حالو تغيير او انت لو عملتيها مكعباتة تقول لقى طبعا مش هتقول لقى بس الولاد دايما اللي بيحبوا الفراخ وولادك عشان تشجعيهم ياكلوا في البيت دايما جددي من الحاجة اللي بياكلوها وبيحبوها يعرفوا ان في ماما في البيت بتحب المطبخ بتحبهم بتعمل لهم حاجات جديدة الفراخ ما زالت على النار ايه الصورة الحلوة ايه الابداع ده الفراخ على الشاشة بتتكلم مصر وايه على السيخ بشكل حلزوني تعالوا نغرف مع بعض الفراخ بتاعتنا اللي احنا عملناها وشواناها ايه عدالها بيقدم معاها شوية رز بالكاري الله بصلى على النبي ايه الجمال ده اشي ايه الحلاوة دي اه ممكن تقدم معاها مكرونة زي ما انت عايزة ما فيش مشكلة اللهم اصلى على النبي اللهم اصلى على النبي اه نعم يا غالي ممكن بقول لي ياه ينفع نعمل السمك الفليه بنفس الطريقة ينفع فليه اشري بياض طازة بنجيبه بنتعامل معاه بنفس الطريقة لحم شرايح ينفع اللي نفسك فيه كله ينفع اه اللهم اصلى على النبي صدور الفراخ ما شوية حلو قوي على السيخ على فين لا مش الكنترول لا هنا الاول اه عبيبي عبيب هارتي اه اللهم اصلى على النبي كده الفراخ جاهزة نعمل ايه عم الشيف اه نجود بقى نجود بقى نعمل زي الحاتي زي الفلي تمام اه رشد بقدونس حلوة كده اه ينفع كسبرة لبقدونس كسبرة تختفى الطعام اه حلوة بس اخواننا اه المكسيك ناس المكسيك ناس الطيبة يحبوا الكسبرة الخضرة اكتر من بقدونس طب وانا برفع الشوايا خلق خلينا اقول معلومة غير معلومة كده للتخلص من بقايا الشاوية سواء بتشوى بتشوى مفتاصة او بتشوى على جريلة مهمة جدا المعلومة دي يا بو خرجدق جبيل واساسة زيت المصورين عشان حبايبي اللي بيشوفوني للتخلص من الحاجات دي كلها اول ما تحطها فتحوط تحط عليها ميا خلاص مش تاخد منك دي يا بقون الله خلي بالك اه ميا اه لا طبعا اه كده اه زي ما تشوف عمال كده اه او ده ده المطبخ مصدقية وبساطة وسهولة ليه حطيت مياه يا شيف علشان برضو يضرب الحديد وسخت اول ما تحط على الطاصة وهي سخنة ميا من الحنفية بتساعدك في التخلص من البقايا اللي موجودة فيها حاليات النهاردة بساطة سهولة مرونة قدرنا نعمل فراخبة شوية على السيخ عملنا كمان يا عم الشيف حاجة لطيفة قوي عملنا طبق السلطة في كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم اللي بيحتاجها الطفل في المراحل الاولى من عمره وعملنا سلطة خضرة عادة للفراخ بتاعتي شوية رز بالكاري لوطاف واخدين طعم الكاري قولوا معايا بالصوت عالي كده ثقة نحنا منخش المطبخ لازم يكون عندنا عزيمة من جوانا ان اعنا نعمل حاجة جديدة وبشكل جديد وبطعم جديد زي اللي عملنا النهاردة بمكونات بسيطة جدا يعني نقول مع بعض رؤية فن ابداع بتشوفوا كل يوم على ششة القناة الاولى والفضايا المصرية منين يا شيف من ماس بيرو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر